وفي الحديث إذا واحد لعن من لا يستحق اللعن رجع اللعن عليه يعني الإنسان لازم يدقق بوي لعن كل واحد اختلف ويا واحد يبدأ في لعنه لا خاصة إذا كان مؤمنا إذا واحد لعن مؤمنا فهذه اللعنة ترجع إليه إلى اللاعن ليش لأنه عمل حرام ومن يرتكب حراما الله سبحانه وتعالى يطرده من رحمته أو من جزء من رحمته فهو بفعله بلعنه الحرام سبب لنفسه أن يطرد من رحمة الله أما ذلك الشخص الذي لعنه وهو لم يكن يستحق اللعن فهذا اللعن يكون له زكاة يكون له ثواب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة